مرحبا بخير هذا السؤال قال لي أن كتلة هذه اللمبة 10 كيلو جرام معلقة عليك بثلاث حبال متساويات في الطول قال لي أن يوجد قيمة S إذا التنشن بالحبل لكل حبل لا تجاوز الخمسين نعتبرها قوة الحبل ونحل الفكرة بالسؤال الفكرة بالسؤال أنه عندي كتلتها 10 لما أضربها 9.81 تصير وزن أو تصير فورس دائما نتعامل مع فورس فبالتالي 10 في 9.81 يعطيني إيش القوة قوة هاي كيهات ثلاث حت سالب هس شو بيظل علي بيظل علي أن أوجد الأس هاي هس هاي الأس كيف بدي أوجدها هس إذا أنا شفت عندي مثلا هذا المثلث اللي هو مثلا هاي وعتبرنا النقطة هاي O نقطة O C D منلاحظ أنه مثلث قائم الزاوية نبين هاي الزاوية 90 لو أوجدت هاي القامة ومعي هاي المسافة 600 مليمتر بكتر أخي تاني القامة بيساوي الـ 600 على الأس الـ 600 على الأس وبالتالي بتطلع معي أس فبالتالي هسا كيف بدي أوجد الزاوية هاي طيب بكل بساطة أنا هس هاي القوة على الكيهات وهذه القوة بزوايا معينة ما بعرف شو الزوايا بس إذا بنلاحظ حكالي هاي 600 مليمتر وحكالي أنه الزوايا بين هاي وهي 120 والثاني 120 وهي كام لدائرة يعني الدائرة كام 360 إذن الثالث مية وعشرين إذن الثلاث أطوال متساويات يعني D C 600 مليمتر و D A 600 مليمتر و D B 600 مليمتر مسافات متساوية بالتالي القامة هاي نفس القامة هاي طيب شو ظل علي أعمل هسه بدي أحكيله بكل بساطة سجما FZ تساوي 0 راح أقول له هذو بأخذ وين النقطة الأصل شو عندي؟ عندي سالب عشرة في تسع بوينت ثمانية واحد زائد ثري تي ثري تي بس مش تي لحالها لا تي في كوساين القامة ليش كوساين القامة؟ لأن هاي الزاوية هي اللي نايمة عميح ورزت فبالتالي بتأخذ كوساين مثل أول قانون بالثري تي ثري تي كوساين قامة التي مقدارها خمسين يعني ثلاث في خمسين كوساين القامة ناقص عشرة في تسع بوينت ثمانية واحد يساوي زيرو بتطلع معي كم؟ تطلع معي تاني القامة خلص أنا بأخذ تاني القامة تساوي ستمية على اس وبمثلها أخذ هذا المثلث حكالي أنه هذول ثلاث متساويات تي 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 وهي العشرة في تسع بوينت ثمانية واحد مية بالمية حكالي هي زي زاوية القامة وأنا حكيت الأول قامة هاي نفسها 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 دارها خمسين في كوسان القامة ناقص الوزن يساوي زيرو فبالتالي قامة تساوي كذا بعدها تاني القامة بساوي ستمية على اس يعني فكرة السؤال لازم نكون من كثرة مما رأسنا الخلول نعرف كيف نطبق يعني نوجد هاي المسافية المسافية كدأ وجدها مثل مع سافية أفقية ومثلاث قائم زاوية بالتالي بدأ وجد هاي الزاوية كدأ وجدها إذا معي قوة على زد بالتالي لو معي هذول لحبال بس هذول لحبال مش عزاد بدي أحللهم كيف أحللهم مع الجامة المجهولة بس وبس احاولهم بعض بس احاول بالصفر كونهم متزم أعطيك العلم